وإلى أخبار التعليم حيث اجتمع الدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الدكتور طارق شوقي أميني عام المجالس الرئاسية المتخصصة وعدد من قيادات الوزارة وعدد آخر من خبراء المراكز البحثية لمناقشة آلية تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي من جانبه أشار الشربيني لأن الوزارة لديها مشروعات لاستعادة العملية التعليمية كل ثقتها وهيبتها لذا تم تخصص عشرة درجات للحضور والسلوك والتي سيتم تطبيقها هذا العام حتى تعود المدرسة والنظام التعليمي للانضباط